فراغ اليمن لم يملأه التحالف هذا هو ملخص تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب في العام 2018 والذي أكد أن إيران ما تزال أسوأ دولة رعية للإرهاب في العالم على خلفية تمويلها تنظيمات تابعة لها في المنطقة العربية بينها الحوتيون في هذا التقرير الذي قدمه للصحفين في مقر الخارجية الأمريكية منسق مكافحة الإرهاب ناثان سيلز أفادت الخارجية الأمريكية بأن قوات الحرس الثوري الإيراني وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان استغلت حالة الفراغ الأمني في اليمن لتقديم دعم هائل إلى الحوثيين وهو ما وسع نفوذ الحرس الثوري الإيراني في هذا البلد في التقرير أيضاً ما يفيد بأن قوات فيلق القدس تابعة للحرس الثوري الإيراني زودت الحوثيين بأسلحة فتاكة استخدمها الحوثيون في استهداف مواقع مدنية في السعودية والإمارات في حين قدم حزب الله دعماً كبيراً للحوثيين في مجال تطوير الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية يبدو اليمن في تقرير الخارجية الأمريكية ساحة عبور للتهديدات الإيرانية التي يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأسوأ من ذلك أن الولايات المتحدة تتوجه بتقرير كهذا إهانة لا سابقة لها لكل من الرياض وأبوظبي بالإدعاء بأن هناك فراغ أمني في اليمن لم يستطع فارق القوة الهائلة الذي يتمتع به التحالف ملأه فاستغلته إيران والتنظيمات التابعة لها ذلك يدفع إلى التساؤل بشأن ما إذا كان الثمن الهائل الذي يدفعه اليمنيون جراء حصار نطوقهم من كل الجهات لم ينجح سوى في تجويعهم وتضييق حركتهم ووضعهم في سجن كبير لنحو خمسة أعوام متواصلة في وقت بقيت فيه الأبواب مشرعة لتدفق الأسلحة الإيرانية النوعية للحوثيين لم يلتفت تقرير الخارجية الأمريكية إلى معاناة اليمنيين جراء أشكال متعددة من الإرهاب التي تمارس عليهم وبعضها يمارس باسم مكافحة الإرهاب لم يلتفت كذلك إلى سلسلة من أعمال القتل التي طالت مدنيين في مناطق خضعت خلال العام 2018 الذي يغطيه تقرير الخارجية الأمريكية لسيطرة مطلقة من جانب القوات الإماراتية والقوات الأمنية المحلية التابعة لها حرب الحوثيين على اليمنيين لم تكن جزءا من اهتمام تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب تجاهل يحمل في طياته إقرارا بأن القوة التي تتلقى تمويلا من إيران تمارس عملا مشروعا في اليمن الأسوأ فيه هو الأثر الذي يحدثه فقط في العمقين السعودي والإماراتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر